انجاز صديق الجميع والمواجهة بالمصادفة اهلا بكم بهذا المقطع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم شخص خباركم ان شاء الله الكل بخروج عناكم وبحلقة جديدة عن بوب جو موبايل واليومي اصدقائي راح اشرح لكم انجاز مرتبطات ببعض اللي هو انجاز الصديق للجميع وايضا انجاز اللي هو المواجهة بالمصادفة طبعا هذي الانجازية الموجودات بالتحديث الجديد فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب اتمنى من عدكم تخلوا لايك للمقطع والما يشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما طول عليكم المقدمة خلوكم مع المقطع اوكي اصدقائي طبعا بداية نروح هنا على البروفايل ما لتنا مثل ما تشوفون يا اصدقائي هنا نروح على الانجازات وبعدها هنا نروح على علامة الاصدقاء اول الانجاز عدنا او الانجاز الاول اللي ريدني شرحه اللي هو مواجهة بالمصادفة تمام مواجهة بالمصادفة تروح هنا على جميع المهام اللي هي طبعا يقول لك المواجهة بالمصادفة بها عدة متطلبات طبعا من هذا الانجاز راح نحصل ان شاء الله على ستين خمسة وستين نقطة انجاز تمام من خلال هذا الانجاز عدنا عدد متطلبات يطلبها من عدنا اللي هي فقط اضافة الاصدقاء تمام هنا يقول لك اضف عشرة من الاصدقاء الجدد. هنا يقول لك اضف عشرين من الاصدقاء الجدد. تمام? الى ان يقول لك اضف مئة من الاصدقاء الجدد. تمام? طبعا بالتحديث الجديد خلونا او اضافونا ميزة انه احنا نقدر نضيف اصدقاء اكثر من السابق اللي هو عدد ثلاثمائة صديق. تمام? فهنان لازم انت يكون عندك اصدقاء هواية او الناس يدزلك طلبات هواية حتى توافق عليهم ويصل عندك مئة صديق. تقدر انت توافق على الاصدقاء يعني الناس من يدزلك طلبات صداقة توافق عليها ايضا راح ينحسب عندك وينحسب عندك من انت ترسل اه ترسل طلبات للناس حتى يقبلوهم. من يقبلونا راح ايضا ينحسب عندك اه بالانجاز. مثل ما تشوفون هنا انا عندي خمس طلبات راح اوافق اسوي قبول الكل. تمام? وراح اروح للانجاز اني شوف عندنا انحسب ايانا. اكيد هو راح ينحسب ايانا بس انتو حتى تشوفون وصير عندكم الصورة واضحة. مثل ما تشوفون يا ايجي هنا على انجاز ومثل ما تشوفون يا اصدقائي صار عندنا خمسة من عشرة. فانت اه دزير طلب صداقة ووافقوا علي راح ينحسب عندك. واذا وصل لك طلب صداقة ووافقت علي ايضا راح ينحسب عندك. تمام? وعدنا انه هنا طريقة تقدر تسوي بها هذا الانجاز بصورة سريعة. اللي هو تدخل بالساحة وتدخل هنا اللي هو مود اثمانية ضد اثمانية. تمام? تدخل عشوائي اثمانية ضد اثمانية. وترسل طلبات للاصدقاء كل. يعني الفريقك والفريق اللي ضدك. فهنا الناس كلها تسوي هذا الانجاز وايضا راح يوافقون على طلبك بسرعة حتى يكملون هذا الانجاز. تمام? والطريقة الثانية صديقي هنا تجي بالعام وتكتب اه اضافة او تكتب شيء على الانجاز. هنا بالعام طبعا دائما او هما يردون يسوون الانجاز واكثر من شخص اه كتبولي بتعليقات انهم سووا الانجاز عن طريق الشيات العام. فأنت تجي للشات العام وترسل. هذا دزل لطلب صداقة. تمام? هذا دزل لطلب صداقة. تمام? وبيتشي راح تكمل هذا الانجاز باسرع طريقة ممكنة. اسرع طريقة ممكنة هي عن طريق الشات. تجي هنا ندوس اضافة تمام? تجي هنا ندوس اضافة وتضيف اكثر من شخص لانا اكون الناس ما راح يقبلوك. بس هو الاكثرية بهذا الوقت. اي واحد ترسل لطلب حاليا راح يوافق عليك لان هو يريد يكمل هذا الانجاز. ايضا طبعا من تكمل هذا الانجاز راح تحصل على خمسة اه خمسة وستين نقطة انجاز. طبعا الانجاز الثاني اللي هو مرتبط ببعض قلتلكم اللي هو صديق الجميع. تمام? او صديق الجميع. تمام? هذا الانجاز صديق الجميع. ما تجي تضغط عليه. شو يقول لك? يقول لك ابلغ تلاثمية من التعاون بتحقيق ثلاثة من الاصدقاء. تمام? فهنا هنا شنو اللي مطلوب من عندك? مطلوب من عندك انت واصدقائك من تلعب. انت وصديق ابن ترسل طلب الصديقك وتلعب. يا عندك تعاون راح يرتفع هذا التعاون. هنا طالب من عندك التعاون يرتفع لثلاث اصدقاء. تمام? طالب من عندك انه التعاون ماتك يرتفع ويتلاث اصدقاء. هذا هو المطلب الاول من الانجاز اللي هو تلاثمية. تمام? يقول لك تلاثمية ويتلاث اصدقاء. وهنا يقول لك تلاثمية ويتلاث اصدقاء. يعني كل صديق اه تلاثمية. تمام? وهنا عندنا اخر شي او قبل الاخيرة ايضا يقول لك ثلاثمية من خمسطعش صديق وهنان من ثلاثين صديق تمام يعني لازم يكون عندك ثلاثين صديق التعاون ماتك انت وياهم يكون ثلاثمية طبعا زيادة التعاون لكل السهلة تقدر تلعب وياه قيومة كلاسيكية وتقدر تلعب وياه يعني قيومة كلاسيكية واول ما يبدأ الجيم تطلع من من الجيم او طلعون ثيناتكم من الجيم ايضا راح يزيد التعاون سوى وايضا ما تجي ترسل اهنان مثل ما تشوفون من تجي ترسل لي هدية وترسل لي شعبية هي ارسال هدية ترسل لي شعبية مجانية ايضا راح يزيد عندك التعاون وايضا من تدخل على فروفايل مالتي تمام وبعدين تدخل على لحظات ومن هنانه تنطيلايكات او قلوب ايضا اهمانบعındaki مثل ما تشوفون جاي يقول لي ارتفع التعاون انت ويا اشوف يقول لك ارتفع بالمقدار واحد يعني انت راح اهنانه يشكوا شي هو ناشرة تنطي اه قلوب راح ارتفع التعاون انت وياه. وبهذه الطريقة راح تقدر تكمل ايضا هذا الانجاز بصورة سريعة. طبعا هذه الطرق مجربة وكلها موثوقة. وتقدر تخلصها الانجازيا ان شاء الله. وتحصل نقاط انجاز كلش حلوة اللي هو الانجاز الاول. راح نحصل من عنده خمسة وستين نقطة اه. جايقون نقطة ار بي. خمسة وستين نقطة انجاز. والانجاز الثاني اللي هو صديقي الجميع مثل ما تشوفونه هنا انا ايضا. راح نحصل عليه خمسة وستين نقطة انجاز. تمام? فكل انجاز راح نحصل من يمي على خمسة وستين نقطة انجاز. وايضا هنا نحصل على خمسة وستين نقطة انجاز. فذن الانجازات او ذن النقاط كلش حلوة مقارنة بانه الانجازين هذولة سهلين. فاذا كان لديكم اي سؤال او اي سفسار اكتبوا ليها بالتعليقات او تراسلوني على قناة التليجرام. وبس اشوفكم بخير. اشتركوا في القناة